بسم الله الرحمن الرحيم رسالتي إلى الشعب الكويت الكريم تقدمنا بحزمة من التشريعات المستحقة بطلب لعرض على المجلس لاستعجالها وإقرار هذه القوانين المتعلقة بالتوظيف الكويتيين وتكويت الوظائف حفاظا على يعني مكتسبات خريجينا وبناتنا وأولادنا وخاصة من الجامعيين اللي ينتظرون على طوابير الانتظار لمدة طويلة وأيضا ما يتعلق بقوانين الحريات وإلغاء قوبة العبس عن الرأي وهي قوانين جاهزة تقاريرها جاهزة بعضها تم إقرارها في المداولة الأولى بموافقة الحكومة نفسها فبالتالي ننجز أول حزمة من هذه التشريعات في أول جلسة بإذن الله يوم أربعة واحد تقدمنا اليوم أيضا مع مجموعة من الأخوة النواب بطلب جديد أيضا لوضع أولوية الحزمة الثانية من التشريعات التي تشمل بقية القوانين الخاصة بالحريات اللي ما فيها تقارير جاهزة إلى الآن إضافة إلى القوانين الخاصة بأبائنا وأمهاتنا المتقاعدين والمزايا اللي يجب أن يحصلوا عليها من خلال تشريعات مقدمة من السادة النواب وأخيرا حزمة من التشريعات الخاصة بالقضية السكنية القضية الإسكانية هاليوم هاجز كل بيت هاليوم كل سنة أكثر من 8000 طلب على رعاية السكنية وسط تعذر الحكومة أما بالتمويل العقاري أو بعدم جاهزية الأراضي الخاصة للسكن الحكومي فبالتالي هذه حزمة متكاملة ولها أولوية واستحقاق وسبق أن قدمناها إلى الحكومة في شهر فبراير الماضي فبالتالي تزامنا مع وجود حكومة جديدة على الرغم من تحفظنا على طريقة تشكيل هذه الحكومة التي لم نكن معنيين فيها لا بالمشاورات ولا من خلال ترشيحات ولا حتى من خلال توفير أي غطاء سياسي لها فالحكومة عليها احترام أولويات المجلس ورغبات الشعب الكويتي واستحقاقات المرحلة القادمة بإذن الله هذه الحزمة من التشريعات سوف تقدم بطلب ومذيل بالنداء بالاسم حتى يعرف الشعب الكويتي من يقف معاه في استحقاقاته للمرحلة القادمة ومن يعترض على ذلك ونتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح لما يسعد ويخدم ولو ببدايات إن شاء الله إقرار حزمة من القوانين والإصلاحات الجذرية وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال تخلينا عن الجانب الرقابي وجانب المحاسبة وتحميل المسؤولية السياسية في أي تقصير للحكومة وكذلك تهاونها عن ملفات الفساد اللي موجودة أصلا منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر